موسيقى 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 السلام عليكم معكم مجد من قناة بيكسل شوت كونسول في هذا الفيديو راح يشوف طريقة حل تشغيل ألعاب الموبايل على جهاز البي اس فيتا زي ما بتلاحظوا في عندي ثلاث ألعاب موجودة على جهاز البي اس فيتا فممكن انه الجهاز يحمل اللي هو البي اس ام رون تايم بشكل مباشر فيه خلال ضغطكم على زر اوكي لكن اذا صادفتكم هذه المشكلة فالحل انكم تضغط اوكي وتشوفوا شو التحديث لألعاب الموبايل الموجودة على جهازكم بتروح على سيتنج فبعد سيتنج مندخل على كلمة سيستم بعد ما ندخل على سيستم نروح على كلمة بلاي ستيشن موبايل بتلاحظوا انه البي اس ام رون تايم باكيج موجودة عنا شحطة يعني ما في رقم فهو اخر اصدار لهذا الرون تايم باكيج لألعاب البلاي ستيشن موبايل سيكون عبارة عن 2.1 لو ضغطنا على هذا الزر وعملنا update الموجود لازم يكون 2.1 بنضغط على اوكي رح تطلع لنا نفس المشكلة اللي طلعتنا يوم ما حاولنا ان نشغل الالعاب الموبايل على البي اس بيتا ورح نتجه لبرنامج البي كي جي جي فهذا الطريقة رح تساعدكم في المستقبل لانه ان شاء الله رح يكون في فيديو عن موضوع الالعاب الموبايل الموجودة على البي اس بيتا وايضا رح تساعدكم على تشغيل اميوليتر رح نعمل له فيديو في المستقبل فالافضل انكم يتجهزوا اجهزتكم في الابديت الاخير لالعاب البلاي ستيشن موبايل بعد ما دخلنا على برنامج البي كي جي جي طبعا الكل بيعرف هذا البرنامج اللي ما بيعرف كيف يحمل هذا البرنامج او مش موجود على جهازه رح اطلكم رابط بالتفاصيل طريقة تحميل هذا البرنامج فبعد ما دخلنا عليه بنضغط على مثلث في البداية تأكدوا انه كل هذه البلدان اللي هي اسيا ويوروب ويابان ويو اس اي كلها موجودة عليها النقطة البيضة فبالوقت الحالي انا علمت عليها كل اربع مناطق هذه فبنطلع على هذا المكان طبعا للماب يعرف يفتح هذه اللوحة فقط بتضغط على مثلث زي ما انتم شايفين تطلع لكم هذه اللوحة وتأكدوا انه اربع نقاط البيضة هذه موجودة على كل ريجن او كل القارة اللي هي يوروب واسيا فبعد ما انتهينا وتأكدنا من هذا الخطوة بنضغط على الكلمة الاولى اللي هي سيرتش بنكتب كلمة ران تايم بنضغط على صح زي ما انتم ملاحظين طلعت لنا اللي هي بلاي ستيشن موبايل ران تايم باكيج بنضغط على بنضغط على الكلمة الاولى انستول جيم اند باتش انستول جيم اند باتش بنضغط على اوك نضغط على اوك زي ما انتم ملاحظين بالصفحة الخارجية البلاي ستيشن موبايل ران تايم باكيج بدأ بالتحميل يعني حللنا مشكلة تحميل الران تايم باكيج اللي هو 2.1 مرة ثانية فمنحظين هذه هي ألعاب الموبايل فرح ندخل على واحدة من هذه الألعاب نضغط على اوك فبدأ في تحميل اللي هو البي اس ام باكيج 2.01 مرة ثانية لانه بيحمل هو أكثر من باكيج ليوصل للتحديث الأخير انتهينا من هذه الخطوة بنرجع بنشغل اللعبة مرة ثانية اذا طلع لكم نفس الأرور اللي طلع لي مني شوي هذا اشي طبيعي فقط بتضغطوا على اوكي فالحين راح وارجيكم شو الحل بالضبط اللي تساووا على الفيديو طبعا راح تروح على هذا هو الاوتو بلاجنز ايضا اللي ما عنده هذا البرنامج راح اطلكم بالتفاصيل طريقة تحميل الاوتو بلاجنز البي اس فيتا تدخلوا على الاوتو بلاجنز تدخلوا على الخيار الأول اللي هو بلاجنز فور فيتا بعدين انستو لبلغنز فبتنزلوا للآخر لحد ما توصلوا هذه الكلمة اللي هي نو بي اس ام دي ار ام فبتكون في الآخر في واحد فاصلة اربعة هذا هو البلاجن اللي راح تحملوه على الجهاز تضغطوا على اكس طبعا موجود عندي على الجهاز فبعد ما تنتهو بتضغطوا على ستارت وبتسووا اوكي للجهاز وبتخلوا الجهاز يعمل ريستار عشان يتفعل البلاجن على الجهاز بعد ما انتهى الجهاز من عمل ريستار تشتغل بشكل طبيعي طبعا راح نروح ونجرب الالعاب البلايستيشن موبايل على الجهاز زي ما بتلاحظوا هذه هي اللعبة اللي دخلنا عليها من شوية وطلع فيها عندنا الارر بتلاحظوا ان اللعبة اشتغلت بشكل طبيعي على الجهاز فهذه هي الطريقة اذا صار في عندكم مشاكل من ناحية تحميل العالي بلايستيشن موبايل على جهاز البي اس بيتا وهذه حلها بالكامل اتمنى انكم استمتعتوا في الفيديو واستفدتوا منه وان شاء الله راح يفيدكم كثير هذا الفيديو بالمستقبل للي ما عنده التحديث اللي هو 2.01 بلايستيشن موبايل على جهاز البي اس بيتا الافضل ان يحمله لانه ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون بخصوص هذا البرنامج انه راح يساعدك على تشغيل اميوليتر ممتاز راح يكون ان شاء الله موجود في الفيديو القادم فعشان ما تنسوا انكم تشوفوا الاميوليتر اللي راح حطه في الفيديو القادم اتمنى انكم لا تنسوا الاشتراك في هذا القناة وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات ثانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة